أيها الإخوة الأكارم، اليوم أتحدث إليكم عن مؤسسة هامة مفضلة لدى الجميع ألا وهي مركز الدعوة الإسلامية الذي يخدم السنن النبوي في أنحاء العالم اسم من أقسام المركز وهو تقديم المساعدة للمسلمين كلما نزلت بهم كارثة طبيعية في أي بقعة من بقاع الأرض فيتقدم أبناء من المركز إليهم لإنقاذهم إضافة لمساعدتهم بالمواد الغذائية ككارثة الزلزال التي حلت ببلدنا باكستان قبل سنوات عديدة إضافة إلى كارثة الفيضانات التي خلفت مئات الآلاف من المشردين المسلمين هجروا قراءهم وأراضيهم حتى أقاليمهم فسارع مركز الدعوة الإسلامية إلى مساعدتهم المالية والغذائية أما الكارثة التي حلت قبل أيام بمسلمي بورما والتي تفجعت بها البلاد والعباد قدمت حينها مؤسستنا مركز الدعوة الإسلامية لهم المساعدة الرائعة بعد أن قام كثير من المسلمين بمساعدته لهم حيث ذهب بالمساعدات أبناء المركز عبر طريق وعر إلى تلك البقاع التي كان مسلمو بورما المظلمون يسكنونها وهم في حالة سيئة فأقدموا لهم المواد الغذائية ليس هذا فحسب بل وبنوا لهم مصلا مؤقتا لأداء الصلوات كما هو حال الإخوة المسلمين السوريين في هذه الأيام الذين يعيشون مصائب عظيمة وما زال مركز الدعوة الإسلامية يقوم بخدمة هؤلاء المساكين في تركيا وألمانيا لذا ندعوكم لتقفوا جنبا إلى جنب مع المركز لمساعدة المحتاجين مركز الدعوة الإسلامية مؤسسة كبيرة جدا ليس من السهل تعريفها في بضعة ألفاظ أو في دقائق معدودة فلا يمكن لكم أن تعرفوا المركز بشكل جيد من دون أن تشاركوا في نشاطاته كلها الحمد لله هذه المسيرة الدعوية مستمرة ولا يمكن أن تقف أبدا أنتم أيضا إخوان الأعزاء كونوا من أعضائه النشطاء من أعضاء مركز الدعوة الإسلامية اشتركوا في القناة